موسيقى موسيقى مشاني الكرام أهلا بكم في هذا العدد الجديد من ملف النقاش ما يجري شرقا لجدار العازل تطور خطير ويشكل خرقا مباشرا للاتفاقية العسكرية وتحديا وتهديدا لوقف إطلاق النار ومساسا خطيرا بالاستقرار الإقليمي هكذا وصفت وزارة الخارجية المغربية الاستفزازات التي قامت بها الفوليزاريو مؤكدة بأن المغرب سيقوم بمسؤولية كاملة إذا لم تكن منظمة الأمم المتحدة والأمن العامة ومجلس الأمن على استعداد لوضع حد لهذه الاستفزازات في هذا العدد من ملف النقاش نسأل عن طبيعة التحركات والاستفزازات التي تقوم بها الفوليزاريو عن تدبير المغرب لهذه التطورات وعن مسؤولية الأمم المتحدة ومجلس الأمن في الحفاظ على استقرار المنطقة وعن مستقبل العملية السياسية لهذا النزاع الذي اطلأنا ده لمناقشة محاور هذا العدد سيكون معنا في الأستجو الأستاذة دكتور عبد الرحيم منار سليمي رئيس المركز زلطلصي للدراسات الاستراتيجية والتحليل الأمني أهلا وسهلا بكم دكتور محاور أهلا جوار سيكون معنا كذلك ونسعد بذلك الأستاذ دكتور الشرقاوية روداني الخبير في التحليل الأشيو السراتيجي أهلا وسهلا بكم دكتور كما سينضم إلينا من سجوهاتنا في الرباط الأستاذ الدكتور تاج دين الحسيني الخبير في القانون الدولي أهلا وسهلا بكم أستاذ محاور أبدأ معكم دكتور الشرقاوية رودانيج الوزير الخارجي المغربي سيد ناصر بوريطة سلم اليوم رسالة من جلالة الملك محمد السادس إلى الأمين الأممي حول تطورات الخطيرة في المنطقة الشرقية للصحراء المغربية إلى أي مدى الوضع خطير في هذه المنطقة الآن؟ الوضع خطير جدا لاعتبارات كثيرة أولا الاعتبار الأول بأن الميليشيات المسلحة لجبهة البوليزاريو تضر في صميم البروتوكول العسكية رقم واحد ثم كذلك اتفاق إطلاق النار الموقع منذ سنة 1991 ثم كذلك جميع المواتيق والقرارات الدولية ذات السيلة خاصة القرار 18-13 القرار 17-54 17-83 القرار 19-20 القرار 20-44 وكذلك القرار الأخير 23-51 ثم كذلك بأن هذه التحركات للميليشيات المسلحة دخلت أراضي مغربية وهي المناطق العازلة وهذا الدخول فيه تهديد للأمن واستقرار المغرب باعتبار بأن المنطقة العازلة ما وراءها هناك مناطق خالية جدا وهي مناطق ربما تدفع بها هذه الميليشيات لتعتبرها مناطق رمادية وهو مشكل أمن تهديد للخطير على سكان المغرب وعلى سلامة الحدود المغربية ماذا تعني بالمناطق الرمادية؟ مناطق رمادية نعرف جيدا بأن ما وراء المناطق العازلة هناك ما يسمى بالسانكتوير للجماعات الإرهابية وكثير من المنتسبين لجبهة البوليزاريو الآن أصبحوا حسب التقارير الدولية وتقارير استخبارات الغربي أنهم ينتمون إلى جماعات إرهابية ثم كذلك بأن هذا الممر نحو ليبيا ونحو مجموعة من دول الساحل الأفريق وجنوب السحراء تعتبره الجماعات المسلحة ثم المافيا العابرة للحدود والمافيا العابرة للقارات تعتبر هذا الممر ممر سالم لمرور تجارات المخدرات والكوكاين ثم كذلك انتشار الأسلحة في هذه المنطقة خاصة بعد سقوط ندان القداف وعدم موجود الدولة في ليبيا أصبح يؤرق المنتظم الدولي وما عدا بذلك المغرب الذي الآن أصبحت حدوده يعني بهذه التحركات الغير المحسوبة للجبهة البوليزاريو أن أصبحت حدوده وأمنه يعني مهدد بشكل كبير وهذا خطير نظرا كذلك لأن خرقت البروتوكول العسكري رقم واحد دون أن ننسى بأن في 2017 تواجدهم في بير الحلوف في تافيرات وهي مناطق وأراضي مغربية حسب القانون الدولي حسب القوانين المنظمة للمواثق الدولية كذلك التي وقع عليها المغرب رغبة منه لاستباب الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة وهذا ما جاء كذلك في اليوم في تقرير جوتيريس خاصة في الفقرات 2020 عندما تكلم لأول مرة عن مبدأ ما يسمى بالاعتماد المتكامل الذي يربط الأمن وسلامة المنطقة برمتها بحل هذا المشكل المفتعل منذ سنوات طيب تطورات خطيرة هكذا وصفها المغرب ما يحدث في المنطقة العازلة دكتور أرجو أن تضعنا في صورة هذه التطورات لماذا اعتبرها المغرب خطيرة وما هي طبيعة هذه الخروقات لكي نشرح درجة الخطورة ننطلق أولا من تعريف المنطقة العازلة هذه المنطقة العازلة هي أراضي مغربية سلمها المغرب إلى الأمم المتحدة بموجب اتفاق المغرب لم يوقع اتفاق مع البوليزاريو نهائيا وقع اتفاق مع الأمم المتحدة سلمها هذه المنطقة وهي منطقة من زوعة السلاح لكي لا يصطدم بالجزائر لأنه تطبيقات هذه المنطقة عازلة بهذا الشكل لأن السؤال الذي يطرح اليوم مثلا حدود المغرب حدود المغرب ليست هي الجدار الأمني حدود المغرب هي مع الجزائر ومع موريطانيا مواقعه هو أن البوليزاريو تقريبا منذ سنوات وهو يردد أسطورة أحد الأسطورة يرددها يرددها الساكينة ويرددها يردد أسطورة يسميها الأراضي المحررة وهذا المصطلح غير موجود لم يسبق نهائيا أن ورد في أدبيات في تقارير الأمم المتحدة هذه نقطة شرحها تماما سيدنا سربوريطا عندما تحدث في اللقاء هو استعمل البوليزاريو يستعمل هذا الأساطير لأنه يستعمل مجموعة عمل الأساطير التي لا يوجد حجية نهائيا ولكن كان بلاغ في شهر مارس بلاغ البوليزاريو الذي يرى مثلا رسالة البوليزاريو لغراجه إلى مجلس الأمن يقول بأنه الذين دخلوا إلى المنطقة العزلة هم مدنيين في حين أنه كان بلاغ من قيادة البوليزاريو أنه ستنقل مقرات ميليشيتها إلى المنطقة العزلة هذا يعتبر خرق أولا لالتفاق وقف إطلاق النار ويعتبر عدوان لماذا؟ لأنه يشكل خطر على المغرب هذه المسألة اللولة وتعطي للمغرب في هذه الحالة حق الدفاع الشرعياني النفسي بمقتدل مادة 51 من ميتاق الأمم المتحدة المغرب توجه إلى الأمم المتحدة وصعد اللهجة لأن المسألة أصبحت بالنسبة لبوليزاريو يريد أن يقوم بعملية البناء في هذه المناطق العزلة الفكرة التي كانت هو يريد أن يقوم بعملية البناء ويدهب نحو خطوة أخرى كان واحد اتفاق ما بين البوليزاريو وما بين الجزائر وجنوب إفريقيا كانت تقريبا الآن جنوب إفريقيا ربما وقع واحد تراجع ولكن قد قد تدفع بالبوليزاريو نحو هذه الخطوة لأنه يشعر بأنه في حاجة إلى إعلان إلى إعلان آخر يحس بأن المجتمع الدولي لا يلتفت إليه لهذا المغرب لما قال في طريحات وزارة الخارجية مسألة تغيير بمعنى تغيير على الأرض يقصد بها أن البوليزاريو يريد أن يقوم بعملية بناء وهذه المسألة محظورة وحتى الأمم المتحدة كانت واضحها مجلس الأمن لما نبه وكان نقاش كبير قبل صدور القرار 23-51 في السنة الماضية كان نقاش كبير وكانت تكون إدانة للبوليزاريو لماذا؟ لأنه يهدد الأمن والسلم الدوليين والسلم الإقليمي الآن المغرب لما اعتبر درجة الخطورة لأن الأمر في حالة ما إذا كان قد وقعت تطورات سؤال كثير كثير طرح سؤال هل الحرب على الأبواب؟ هل كانت الحرب على الأبواب؟ بمعنى هنا في حالة ما إذا كانت حرب ستكون حرب إقليمية ليست بين المغرب والبوليزاريو وإنما فيها الجزائر وفيها موريطانيا وفيها مناطق أخرى لماذا؟ لأن الوعد صعب وأعتقد بأن الأمي العام للأمم المتحدة ينظر من هذه المقاربة من يقرأ مثلا تقرار سيجد بأنه ينظر إلى المخاطر بهذا الشكل تغيرت المعطيات هذه المنطقة العزيرة إذا لكيحاول البوليزاريو أنكيقوم بها بهذه العملية التي نسميها عدوان هذه المنطقة وأصبح واضحا بأن القوات الأممية كما جاء في تصريح الناطق الرسمي أنها تقول بأنها شاسعة وليس لها القدرة على مراقبته هذا يشكل خطر هذا يشكل خطر لماذا؟ لأنه في النقاشات مثلا لما قام المغرب بعملية طرد لبعض الأشخاص من الرسل كان في النقاش في المفاوضات العودة أن المغرب كان قد طلب قال بأنه لا نحتاج إلى مدنيين في البيعة الأممية نحتاج إلى عسكريين لأن الوضع هنا خطير وأعتقد بأن المغرب كانت حجته قوية وسيعود إليها بأن المنطقة هنا بين الصعوبات لما تقول أمم المتحدة هذا النوع من تصريح هنا قد تقع اختراقات من طرف البوليزاريو والبوليزاريو يعرف الكثير بأنه له علاقات مع تنظيمات إرهابية في هذه المنطقة هنا طيب ننتقل إلى الدكتور تجدين الحسيني يتحدث الدكتور مانار سليمي عن الخروقات التي حدثت في هذه المنطقة كيف ينظر الأمم المتحدة إلى طبيعة هذه الخروقات وقد تساءل السيد ناصر بوريطا عن عدم ذكرها في التسريبات الأولية للتقرير هو فعلا ينبغي الاعتراف بأن الأمم المتحدة قد تراخت كثيرا في تعاملها مع الموضوع تراخت في التعامل معه لأن هناك ضوابط تضبط علاقات الدول ذات السيادة بهذه المنطمة العالمية هذه الضوابط تضبط بالاتفاقيات الموقعة والتي من خلالها ومنذ سنة 1991 المغرب قدمت تنازلات على الأرض مفادها أنه تفادي لكل مواجهة عسكرية مع الجزائر ينبغي أن تكون هناك منطقة عازلة من زون طنبان التي من خلالها تتمكن قوات المينيرسو التي تم تأسيسها بمقصدى نفس ذلك الاتفاق تتمكن من الجوالان بحرية ومن مراقبة مواقع الأطراف بحيث حددت حتى اتفاقية التي حررت آنذاك حددت حتى مواقع الوحدات بالنسبة للقوات المغربية ومناطق تدريب إلى آخر ذلك وبالتالي هذه المنطقة سلمت للأمم المتحدة كهيئة دولية تشرف على تسيرها والمراقبة من خلالها لضمان استمرار وقف إطلاق النار وهذا تنازل مغربي مهم جدا استمرت الأوضاع على ما هي عليه منذ عقد التسعينات لاحظنا في منتصف بداية سنة 2000 وبعدها أن هناك مناوشات متعددة تقوم بها البوليزاريو من خلال اختراق هذه المناطق وأصبحت ترويج في قنوات الدعاية الجزائرية لما أصبحوا يسمونه بالمناطق المحررة أو الأراضي المحررة ولاحظنا كيف حتى استمروا الأمين العام السابق للأمم المتحدة في هذه المنطقة ليقوموا باستعراض العسكري إلى آخره هذا الشيء غير مقبول لا منطقيا ولا حتى مستوى ضوابط القانون الدولي لسبب بسيط وهو أن دخول هذه المنطقة منطرف قوات عسكرية وهذا ما حدث الأيام القيلة الماضية قاموا بنصب خيام والتوجه ربما حتى لإقامة منطقة عسكرية في بيرحلو وكذلك في المحبس وفي تيفاريتي هذه الأشياء يمكن تعرف عليه الآن بسهولة لأن القمر الصناعي المغربي الآن موجود طيب الدكتور عندما يتحدث المتحدث باسم الأمين الأممي ويقول أن المنطقة شاسعة ولا يمكن تغطيتها وكما نعرف جميعا أن هذه المنطقة تحت سيطرة الأمم المتحدة أليس في هذا انحياز نوعا ما رغم أن هذا المتحدث يقول أن الأمم المتحدة ليست منحازة أليست هذه مسؤولية الأمم المتحدة بأن تغطي المنطقة بأكملها مدامت أنها شاسعة ربما تعنينا بذلك تصريح الذي قدم سيستيفان دي جاريك الذي هو ممتل أمين العام الأمم المتحدة وله عدة مواقف فيها الملف لكن فيما يتعلق بهذه النقطة بالذات أعتقد أنه أخطأ لاتجاهها بقوة لأن الأمم المتحدة حتى ولو كانت المينيرسو وحداتها محدودة وإمكانياتها ضائلة هناك أقمار اصطناعية موجودة في عين المكان والمغرب يتوفر على هذه الإمكانيات ويمكنه أن يزود الأمم المتحدة بالصور التي تحدد المواقع التي انتشر فيها هؤلاء هؤلاء تجاوزوا حتى داخل المنطقة العازلة ووصلوا إلى حائط الرملي واتفقوا يصدمون بالحجارة ويحاول نصب بعد الأعلام إلى آخر ذلك وهذا شيء خطير بنسبح استقرار السلم في هذه المنطقة ولذلك أقول بأنه اليوم أصبح على المغرب أن يتحمل سؤوليته كاملة في هذا الموضوع وأهم نقطة في هذا الموضوع وهي الإجماع الوطني الذي لاحظناه بقوة على مختلف وسائل الإعلام سواء من خلال البرلمانيين أو من خلال الطبقات الشعبية أو الإحزاب السياسية أو كل فعاليات المجتمعية والنقابات وغيرها دكتور روداني اطلعنا جميعا اليوم على السيغة النهائية لتقرير الأمين الأممي هل كان منصفا بالنسبة للمغرب هل جميع الفقرات التي احتوى عليها كانت فعلا مقنعة وغير منحازة تماما أعتقد بأن تقرير الأمين العام جوتيريس الذي صدر اليوم في السيغة النهائية كانت فيه ثلاث نقاط جد مهمة بالنسبة للموقف المغربي من خلال أن لأول أنه أفشل المختطات دي الخصوم فيما يتعلق بمحاولت محاولتهم دمج الالتحاد الإفريقي في حل المشكلة حيث فأنا الفقرات الـ 26 أعتقد نصت على أن للأمم المتحدة القرار النهائي في حل هذا المشكلة ثم كذلك أن في هذا التقرير أكد على أن الضور الجدي وكذلك الروح القوي للمبادرات الحكم الذاتي التي قدمت المملكة المغربية لتجاوز هذا المشكلة الذي عمرت طويلا ثم هناك نقطة جد مهمة وهي نقطة قوية وهو أن هذا التقرير أكد على أن لم يعد يتكلم عن الضرفين بل دع جميع الأطراف خاصة الجزائر التي أقر بأن لها دور مهم في تسوية الحل السياسي لهذا المشكلة المفتعل ثم كذلك بأن هذا التقرير جاء لتكلم عن علاقة حل المشكلة ثم كذلك ربطه بالتحولات لتعيشون من تقبر أمتها بحالة الأمن بحالة الاستقرار وهنا كانت رؤية جديدة جيدة للأمم المتحدة وتأكيد على القرار الأممي الأخير 23 و 51 ثم كذلك تقرير جوتيرس لسنة 2017 الذي أكد على أن ما يسمى بالمفهوم تقرير المصير بمفهوم كلاسيكي تم تجاوزه لهذا أكد هذا التقرير في الفقراء أعتقد الفقراء الثامنة على مقترح بيتر فان وولسوم خاصة القرار 18-13 الذي قال بأن الفراغ الجيوسياسي خلق فراغ الجيوسياسي أو خلق ما يسمى أو خلق دولة وهمية في الجنوب يعني في هذه المنطقة اليوم ربما تكون آلية من آليات الدفع من طاقب لا استقرار ولا أمن أعتقد بأن هذه النقاط جد مهمة وأكد كذلك على أن المغرب يعني في خطاب وأكد يعني قام يعني بدكر خطاب جلالة مالك في الدكرة 42 للمسير الخضراء الذي أكد في جلالة مالك بأن لا حل بدون سيادات المغرب على المناطق الجنوبية وأن المشكل ليس في الوصول إلى الحل ولكن المصار الذي يمكن أن نتبعه لحل هذا المشكل وهنا إشارة واضحة على أن الجزائر وموريطانيا خاصة الجزائر أن تحمل كامل مسؤوليتها في حل هذا المشكل لأن هي من استنعت هذا المشكل والتاريخ يعني يظهر هذا بشكل جيد ثم كذلك كانت هناك يعني إشارة واضحة ل يعني ل بيتر فانوالسوم الذي مع الأمير العام ألفارو دي سوتو يعني كانوا يعني منعطف يعني حاسم من خلال في ألفين وخمسة وألفين وستة وألفين وسبعة الذين أكدوا على أن المقترح الحكم الداتي ومقترح واقعي وقادر أن يحل جميع المشاكل وأنه يحيط بالمسألة القانونية وبمسألة يعني بمسألة يعني الرؤية يعني لهذا المقترح لحل هذا المشكل على المستوى يعني على المستوى الصراع ما بين المغرب والجزائر والذين نعرفه هو صراع يعني إيديولوجي أكثر ما هو صراع سياسي وهذا ربما يمكن أن نرجع إلى التاريخ منذ ألف وثماني وثمانين يعني في مؤتمر بيرلين ثم كذلك يعني في يعني الحرب الباردة ومخلفات الحرب الباردة ثم كذلك التحولات على المستوى المنطقة ثم الصراع الأطراف يعني ما يسمى بصراع يعني الدول الغربية مع الاتحاد السوفيتي أعتقد اليوم بأن هذا التقرير جاء ليؤكد صوابية الرؤية المغربية لحل المشكلة ثم كذلك الدفع بالأمن واستقرار المنطقة برمتها عندما يتحدث سيد جوتيريس على قيادة الأمم المتحدة لهذا النزاع الذي سيفضي حتما إلى حل سياسي فعليه ربما أن يبدو لجهود أكبر كالأمم المتحدة بأنها تسيطى على المنطقة بأن تسيطر تماما على المنطقة وتشير في التقارير بصورة واضحة وبينة إلى هذه الخرقات هل يوم هناك اعتراف بوجوب أن تلعب الأمم المتحدة مسؤولية أكبر وذلك ما أشار إليك سيدنا سببوليط أولا بالنسبة التقرير الأمي العام تقرير الأمي العام لما يشير إلى دور الأمم المتحدة هو يتحدث انطلاقا من مرجعية ميتاق الأمم المتحدة وبالضبط المادة 52 التي تتحدث عن دور مجلس الأمن في التبعات الأساسية لأمن السيم الدوليين وتتحدث عن تنظيمات الإقليمية لاحظنا النقاش الذي كان المرتبط بالالتحاد الأفريقي من الصعب جدا هذه الملفات أن يعطيها الأمم المتحدة والالتحاد الأفريقي لم يسبق بأن سلمت الملفات حول نزاعات من مجلس الأمن إلى تنظيمات إقليمية الدورة الأممية أن تبدو جهد أكبر ربما في السيطرة على الأقل على المنطقة والإشارة إلى كل الخرقات التي تتم وليست المرة الأولى أربع مرات ربما في شهن الدورة يجب أن ننتبه جيدا يبدو بأن المقاربة التي يشتغل بها غوتاريس مختلفة الآن هو يبدأ في عملية إحداث تحول هذا التحول لأن الذي قرأت قرأ جيدا سيجد ضمنيا بأنه يشتغل بزاويتين أو مقاربتين نظر التنمية والأمن الإقليمي يشتغل على هذه النقطة ويبدو بأنه حتى بصمت المبعوث الأمم الجديد حاضرة إذا حالنا أن نقرأ انطلاقا من ما يسمى بروفيلات الأشخاص بما حاضر في هذه النقطة يتجاوز الكل يتذكر بأنه في تقراره السابق والذي كان تقريبا بأنه ورد فيه بعض الأمور المرتبطة بانكيمون في تقرار السابق ورغم ذلك جاء بجملة قوية أنداك وهو يجب أن تكون هنا كنوع من الوقعية ووقعية فالسوم دائما نعود إليه ويتحدث عن مثلا مفاهيم جديدة هذه المفاهيم حاضرة الآن نجده مثلا في التقرار يتحدث عن الاعتماد المتبادل هذا الاعتماد المتبادل هو مصطلح له دلالة اقتصادية في مسألة التعاون بين الدول أيضا هو يحدث معنا أنه يحصر مثلا لكي يرى التقرار تقرار في حوالي تقريبا نصف دي العدد الصفحات دي التقارير السابقة ما لا ينتبه إلى بعض الأمور التي هي يمكن أن نقول بأنه كانت تدخل إلى التقارير السابقة بعض الرسائل التي كانت تصل وليس لها حجية ويحصر النزاع داخل أمم المتحدة هي التي لها دور في هذا المجال ويحافظ على استمرارية القوة الأممية ستبقى والمسألة الثانية يدخل طرف وهو الجزائر ويتجاوز البوليزاريو الآن هذا يمكن أن نعتبر تحول كبير لا يدخل المقتضايات المرتبطة بالمحكمة العدل الأوروبية كل ما كانت تطبل إليه البوليزاريو الجزائر لا يدخله ثم النقطة الأساسية سأعطي فكرة أخرى مثلا ما قام به إسماعيل شرقي باسم المفوض الأمن السلم انتقاله ولقاؤه بالمبعوث الأممي في بروكسل هذه الأمور كلها غير موجودة إذن هناك نظرة أخرى وأعتقد بأن هذا النظرة ستظهر أكثر في القرار هذا النوع من التقرار يسهل المأمورية ولكن وظيفة الأمم المتحدة الآن وهي في نفس الوقت طرح مسألة المقاربة التنموية وفي نفس الوقت الحفاظ على الأمن والسلم الإقليميين وأعتقد بأنه سيكون نقاش حول هذه الاستفزازات وهذا العدوان الذي قام به البوليزاريو في المنطقة العزية ولم يسكت عليه المغرب هناك الجملة لما تفضل به الدكتور منر سليمي هو أن هذا التقرير لأول مرة يشير على يشير ويؤكد على الاستثمارات المغربية في المناطق الجنوبية ويتكلم عن النموذج التنموي في المناطق الجنوبية ثم كذلك يقول بأن هناك استثمارات تم توقيع عليها وهناك استثمارات في الطريق وهنا إشارة قوية كما جاء كذلك من خلال إدارة الأمريكية من قانون المالية تحت البنت ثالث التي أقرت بأن المساعدات الأمريكية تذهب إلى المناطق الجنوبية وهنا تأكيد للرؤية الأمريكية ودعمها للبرنامج التنموي في المناطق الجنوبية أنتقل مباشرة إلى دكتور تجدين الحسيني هناك تمديد لبحثة المينورسو إلى 30 أبريل من العام المقبل في القانون الدولي ما هي مهمة المينورسو هل تدبر وهل تقوم بمهمتها كاملة خاصة في رصد كل ما يحدث داخل هذه المنطقة هناك بالأساس كانت في البداية مهمتان كما يظهر من تسميتها كان من الأساس والإشراف على طبيق الاستفتاء لكن عندما تم تجاوز الاستفتاء أصبحت المهمة الوحيدة التي تتمتع بها المينورسو هي مراقبة وقف إطلاق النار وماذا تعني هذه المراقبة ما هي حيثيات المراقبة في القانون دكتور لكي نفهم هذه النقطة ما هي حيثيات هذه النقطة على ذا ماذا تعني المعاقبة فرق المينورسو أيها نعم تعني مراقبة وقف إطلاق النار أن هذه المنطقة هي أولا منطقة عازلة لا يمكن لقوات أي من الطرفين أن تتسرب إليها بأي وجه من الوجوه لا يمكن إقامة أي منشآت توضح وجود السيادة لطرف دون آخر داخل هذه المنطقة كذلك ثم وقف التحركات ومراقبة التحركات حتى بعد هذه المنطقة لأنه بالنسبة للمغرب حدد عدد الوحدات الموجودة أعتقد في 439 ملا الوحدات ومواقع تدريبات إلى آخر ذلك وهالتفاصيل جاءت في الاتفاق أو القرار العسكري رقم واحد الذي هو مرفق باتفاقيات وقف إطلاق النار التي وقعت في سنة 1991 بطبيعة الحال عملية المراقبة كانت توفر فيها المينورسو على سيارات مجهزة تمكنها من متابعة التحركات في هذه المنطقة والمغرب كان يتمسك بأرقام السيارات المغربية البوليزاريو الآن بالنقطة التي تثيرها أن هذه السيارات لا تحترم معايير الدولية إلى آخره وهذا شيء مرفوض حتى من ناحية القانونية لأنها تقيم في مدينة العيون وفي المدن الأخرى الصحراء وتخضع للسيادة المغربية بالأساس وبالتالي ما لوحظ فيما يتعلق بهذا الموضوع وهو أن البوليزاريو ومن ورائها الجزائر حاولت أن تعتبر أن بقاء البوليزاريو في تندوف يؤثر على سمعتها على الصعيد الدولي ويمنعها من التوفر على عناصر السيادة التي تمكنها أن تكون دولة وهي محرجة حتى بوجودها داخل الاتحاد الإفريقي بصفة الدولة وبالتالي أصبح الاتجاه مؤخرا بعد تراجع الاعترافات على الصعيد الدولي بعد تدهور وضعها احتفل موقف الجزائري أصبحت تبحث عن موطئ قدم من خلال مثلا نقل القيادة العسكرية إلى بير الحلو وإقامة تجمعات بشرية في هذه المناطق الجردع كيفما كانت ثمن وبالتالي النتيجة اليوم هي أن هناك مواجهة حاسمة بين المغرب والجزائر بخصوص هذا الموضوع لأن المغرب أعطى حديثا صارما فيما يتعلق بهذه النقطة إما أن تتحمل الأمم المتحدة مسؤوليتها وتقوم بجعل هذه المنطقة فعلا منطقة عازلة أو أن المغرب سيتدخل تحت مسؤوليته للقيام بذلك أعتقد أن الأمور سوف ننتصل إلى المواجهة العسكرية من العام الأمم المتحدة رغم صريح ممتل الشخصي بهذا الخصوص أنه ليس هناك لكن أعتقد أنه اليوم هناك صور للقبر الاصطناعي المغربي الموجود في عين المكان التي تؤكد وجود هذه التدخلات الدول الكبرى لا يمكن أن تسمح بأن تقع في هذه المرحلة بالذات مواجهة عسكرية في هذه المنطقة من العالم والجميع إعلان أنه ربما منطقة الشمال إفريقيا هي التي بقيت بعيدة عن النيران التي اشتعلت في منطقة الشرق الأوسط وباقي المناطق الأخرى وبالتالي المغرب قريب جدا من الشواطئ الأوروبية المغرب يشكل حسرا أو حاجزا قويا فيما يتعلق لا بالإرهاب ولا بالهجرة السرية ولا بالتهريب ولا بكل العمليات التي تدخل في إطال الجريمة المنطمة وبالتالي أعتقد أنه الآن حال الوقت هناك دقة ناقص الخطر والأمم المتحدة عليها أن تتحمل مسؤوليتها والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بالأساس وهناك الآن نقاشات لخصوص هذا الموضوع تتحمل الأخرى مسؤوليتها وأعتقد أنه ما حدث خلال السنة الماضية بالنسبة لمنطقة القرقرات ربما سيتكرر بالنسبة لهذه المنطقة بحيث الأمم المتحدة ستكون مضطرة لإلزام الجزائر ومن ورائها البوليزاريو بأن تسحب كل معداتها وكل الخيام التي نصبتها في هذه المنطقة شكرا جزيلا لكم دكتور تاجدين حسيني سنتوقف عند فاصل قصير نعود بعده لاستكمال هذا الملف نرجو أن تتفضلوا بالبطل أهلا بكم مشددا مشاهدنا عندما يتحدث سيد ناصر بوريطا ويقول على الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي على المنظمة الدولية أن تقوم بمسؤولته وإلا فإن المغرب سيقوم بمسؤولته كاملة ما هي الخيارات المتوفرة أمام المغرب دكتور أعتقد اليوم على إتر هذه التطورات ولنقول بصراحة هناك تطورات خطيرة وهناك تهديد حقيقي لأمن واستقرار المغرب لأن ما تعيشه شمال مالي قد يعيشه المغرب كل من كان ضد يعني يريد انفصال شمال مالي تطورت جميع الجماعات التي كانت تشتغل في حركات الانفصالية في شمال مالي وفي دول إفريقية عديدة تحولت إلى جماعات إرهابية أعتقد بأن الشريط المنطقة العازلة اليوم تشهد حركة غير معهودة في المرور للجماعات الإرهابية وأعتقد اليوم حتى ما وقع مؤخرا في النيجر ما يسمى بجماعة أنصار الإسلام والمسلمين التي تزعموا أياد الغالي ودروكدال عبد الملك دروكدال أعتقد بأن هذا تطور خطير حيث أن لن ننسب أن هذه الجامعة كانت مسؤولة على مقتل أربعة أمريكيين جنود أمريكيين في النيجر ثم كذلك كانت مسؤولة على مقتل مجموعة من الجنود الفرنسيين في منطقة توزنيت ثم كذلك كانت مسؤولة على فيديو مصور نشرة تهدد فيه حتى المينورسو أعتقد اليوم هذه التطورات الخطيرة تلقي بذلالها على أمن واستقرار المغرب والمغرب له الحق في التدخل بالحل العسكري اليوم نتذكر ما قامت به مصر عندما شنت يعني ضربات جوية في داخل ليبيا لأن كانت جماعات إرهابية تهدد أمن الدولة المصرية أعتقد اليوم الغطاء القانوني في صالح المغرب لأن هناك المادة 51 متاق الأمم المتحدة التي تعطي للمغرب الحق في الدفاع الشرعي عن أمنه وعن استقراره ثم كذلك إن لم تتحمل الجزائر المسؤولية فأعتقد أن لا يمكن أن نغامر بالنقاش الدبلوماسي الدبلوماسية منذ مدة المملكة المغربية قامت ب يعني بعدة مبادرات إلى في دي كونسيسيون لكي نصل تنازونات لكي تصل إلى حل مع الجزائر لا ننسى بأن الجزائر كانت ضد المبعود الشخصي ألفارو دي سوتو كانت ضد المبعود الشخصي للأمير العام الأمم المتحدة بيتر فان وولسوم الذين أقروا بجدية مقترح الحكم الداتي وبأن فراغ جيوسياسي في المنطقة قد يعصف بالمنطقة برمتها وقد دافعت الجزائر بحل تقسيم المنطق الجنوبية بينها وبين المملكة المغربية أعتقد بأن الجزائر اليوم هي رقم في هذه المعادلة ويجب أن تحمل كامل مسؤوليتها وإلا المنطقة بكلها برمتها أعتقد خاصة مع وجود هذه التطورات الخطيرة في ليبيا ثم كذلك انتشار الجماعات الإرهابية في منطقة السحر والإفريقي وجنوب السحراء بقوة وبشكل تهديد خطير على المنطقة العازلة أعتقد المغرب له الحق الرد والحل العسكري يبقى وارد وأعتقد بأن الغطاء القانوني والغطاء السياسي الغطاء السياسي هناك إجماع داخل شرائح المجتمع المغربي للرد بقوة وبحزم على كل استفزازات من الخصوم ثم كذلك الغطاء القانوني هناك مواتق لأمم المتحدة المغرب منذ 1991 لم يخرق أي قانون أي أو أي من المواتق الدولية كان في احترام تام للبروتوكول العسكري رقمي وهذا ما أشار لي اليوم تقرير جوتيريس ثم كذلك لعمل توقف إطلاق النار منذ سنة 1991 على خلال الخصوم الذين حاولوا ما مرة تغيير هذه تغيير حتى طبيعة السكان في المنطقة العزنة وصولهم إلى المحبس إلى بير الحلو إلى تيفاريتي إلى حتى القرقرات أعتقد تهديدهم لرالي دولي يمر إلى موريتانيا أعتقد بأن الأمور ستتدور وأن لا بد على الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنتظم الدولي أن يتحمل كاملة مسؤوليتي وأعتقد المغرب له هذه الخيارات حتى يتمكن من حفظ أمنه واستقراره لأن في الأخير سلامة المغرب بيد يعني يعني بيده نعم قرار سيدي طيب هذه اللهجة السارمة والموقف الحاسم الذي تخذه المغرب هل هو كفيل بردع هذه الاستفزازات دكتور ولن لما نتحدث على حق الدفاع الشرعي النفس المادة الواحدة وخمسين الشروط موجودة اليوم الشرط الأول أن يكون الخطر حال والخطر موجود الآن المسألة الثانية أن لا يتجاوز الخطر حدود الدولة التي تتعرض لهذا الخطر ونحن في المنطقة العزلة هذه أراضي مغربية بمعناها أنه المغرب يملك الحق بأن يقوم بعملية رد هذا الخطر من فوق أراضيه المسألة الثالثة تكون تدابير مؤقتة في انتظار تدخل مجلس الأمن ولعدنا القرار الذي هو 23 51 نجد بأنه يؤكد من جديد على ضرورة احترام الاتفاقيات العسكرية التي وقعت مع الأمم المتحدة يشير إلى هذه النقطة وسيكون بوليزاريو في هذا الموقع بمعنى سيكون في موقع المدان هذه المرة الفكرة هنا التي هي خطيرة جدا المغرب الآن يملك الحجج يملك الحجج بأن البوليزاريو دخل إلى المنطقة العازلة هناك صور موجودة الخطير هو الرسالة الرسالة التي أرسلها البوليزاريو إلى مجلس الأمن ويقول بأن الأمر يتعلق ببعض المدنيين رسالة وهذه الرسالة فيها إشكال كبير من كتب هذه الرسالة لأنه الرسالة وجهت إلى مجلس الأمن وفيها توقيع البوخاري ممتل البوليزاريو في الأمم المتحدة يوم 2 أبريل البوخاري يوم 3 أبريل يموت في إسبانيا والرسالة مكتوبة بلغة جزائرية لغة الوزارة الخارجية الجزائرية ويبدو بأن البوخاري اليوم هناك عملية بمعنى مات في ظروف غامضة هناك من يقول بأنه كان يريد الدخول إلى المغرب بمعنى يرفض كل ما يجري بمعنى يرفض كل هذه الأمور وكان يستعيد للدخول هذا تم تصفيته هذه نقطة كين سراع في هذه المنطقة ولكن حق المغرب لما يتوجه إلى الأمم المتحدة ويتحدث بلغة القانون الدولي فهنا كما قلت كين مادة تعطي هذه الصلاحية اليوم لاحظنا بأنه سيكون يعني الآن المغرب قدم حجج إلى منظمة الأمم المتحدة وسيكون نقاش داخل مجلس الأمن ومرة أخرى الطرف الذي سيكون موضوع نقاش هو هذه السلوكات الذي يحاول القيام بعملية عدوان عدوان هناك انتحدث بلغة القانون الدولي توصية 33-14 صادرة في سنة 1974 تعرف ما هو العدوان إذن كل حجج القانونية كل الشرعية الدولية هي متوفرة وحتى في حالة ما لن تقبل الأمم المتحدة لن يقبل المجلس الأمن هذه البلطجة التي يقوم بها البوليزاريو نهائيا لأنه رغم كل ما يقال عن منظمة الأمم المتحدة ففي نهاية المطاف هناك خمسة دول تملك حق الفيطو فهي تحدد لن تقبل من أي كيان أن يقوم بعملية هذه السلوكات ضد مجلس الأمن وضد الأمم المتحدة والتاريخ هناك العديد من الحالات الموجودة نتذكر مثلا من القذافي لما قام بعملية تمزيق متاق الأمم المتحدة الكثير قال بأن هذه نهايته بمعنى ليس هناك من له القدرة على تحدي الأمم المتحدة رغم كل ما يقال عنها طيب عندما يقول الدكتور مانار سليمي إن الأمم المتحدة لا تقبل ببلطشة كما قال الفوليزاريو ما هي الخيارات التي يمنحها القانون الدولي للأمين العام للأمم المتحدة للتحرك لوقف هذه الاختراقات التي تهدد استقرار منطقة صعب إن فلت زمام الأمم فعلا الأمم العام له الصلاحيات ليتقدم بتنبيه إلى مجلس الأمن فيما يتعلق بالأوضاع التي يمكن أن تهدد السلام في أي منطقة من العالم وأعتقد أن ما حدث مثلا في القرقارات السنة الماضية ودفع بأمم العام فعلا إلى تنبيه مجلس الأمن كانت نتائجه إيجابية بحيث تم توجيه تحديد إلى الطرفين بانسحاب وكان المغرب هو الذي انسحب أولا ثم بعد ذلك وقع الضغط دوليا وديبلوماسيا حتى انسحبت فولولو البوليزاريو نريد أن نعرف الصحاحيات التي يمنحها القانون الدولي يا دكتور ترجل حزين في منطقة الأمم العام لا يتخذ قرارات بهذه الخصوص نعم ويوجه نظر مجلس الأمن من أجل أن يتخذ قرارات فيما يتعلق بهذا الموضوع ما طبعت هذه القرارات دكتور هو الجهاز الوحيد الذي يعتبر ذات صبغة تنفيذية قرارات تتخذ من طرف مجلس الأمن إطراء إما توجيه الشكاية من طرف أحد الدول الأعضاء يتم على أساس عقد الاجتماع أو من خلال تقرير يرفعه الأمن العام مباشرة إلى هذا المجلس والقرارات التي تتخذ من طرف المجلس تعتبر نافدة خاصة إذا ما وضعت في إطار مقتضيات الفصل السابع من الميطاق ما يهمون الآن هو على الصعيد الاستراتيجي في هذه المنطقة من العالم هل يمكن أن تندلع الحرب وإذا من دلعت فمن هي أطرافها أولا ينبغي أن نلاحظ منذ البداية أن البوليزاريو سوف لن تكون هي الطرف الأساسي في هذه الحرب أي حرب تندلع في منطقة صحراء إلا وتكون الجزائر طرف أساسي فيها والصوابق الطارقية موجودة حرب الرمال في الستينات فيما بعد استرجاع الصحراء معركة أمغالا سنة أفو سعين 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 وكان قد اعتقل فيها مئات ضباط الجزائريين ووقعوا في الأسر الآن الجزائر فعلا تضع كمطية البوليزاريو ولكن في نهاية المطاف البوليزاريو لن تصمد في أي حرب إقليمية مع المغرب وستكون الجزائري الطرف الأساسي واحتفل نسبة النظام الجزائري هناك توجهات ما أصبحت الأرضاع مستعصية في الداخل إلا وبحثت عن جبهة خارجية وهذه الجبهة دائما بالأساسي المغرب إذن هذه الإشكالية الأولى الإشكالية الثانية ترتبط بتحييد منظمة الاتحاد الإفريقي التي ينوي المغرب أن يكون له فيها مركز قوة في المستقبال لا ينبغي أن ننسى أن البوليزاريو تتمتع فيها بدور الدولة وأن هناك دول داخل الاتحاد الإفريقي لها مواقع استراتيجية قوية كما هو الشأن بالنسبة لنيجيريا أو بالنسبة لجزائر أو دول أخرى التي يمكن أن تتير مسألة الاعتداء على دولة عضو أو العدوان على دولة عضو وهذه كذلك إشكالية أخرى ثم أكثر من هذا وذاك جانب البلداء الأوروبية التي هي حليفة تقليدية للمغرب في القضايا ذات الطبيعة الاستراتيجية ولكن الأهم هو إقناع الأمان العامة الأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن أنا شخصيا استأتوا كثيرا من صريح ممتل الأمين العام وأعتقد أنه صريح جاء إما عن نوع من السهو أو نوع من عدد الغفلة فيما يتعلق فيما يجري في المنطقة ولكن تقرير الأمين العام اليوم جاء ليؤكد أن الخروقات تباشرها البوليزاريو جاء ليؤكد أن ما وقع فيه القرقرة تتحمل مسؤوليته البوليزاريو وبالتالي الآن استقباله لوزير خارجية المغرب أعتقد هذا اليوم وربما الاتصالات المتوالية قد توضح الصورة بشكل أفضل وتعطي خريطة واضحة للمراحل المستقبلية التي على الدبلوماسية المغربية أن تواجه بهذا الموضوع أعتقد أن مسألة تقوية ودعم الجبهات الداخلية هذه مسألة لا نقاش فيها في المغرب انطلاقا من الأقاليم الجنوبية إلى الأقاليم الشمالية يشكل جبهة موحدة والإجماع الوطني لا نقاش فيه ولكن باقي القضايا أخرى على الصعي الاستراتيجي لنبغي تحليلها بكثير من العمق لتفادي أي ربما تطورات سلبية فيما يتعلق بقضية الوحدة الترابية طيب كيف انتبحتم تدبير المغرب لهذا الملف نعرف أن الجبهة الداخلية موحدة قضية وطنية أولى بالنسبة إلى المغرب هل نحتاج إلى ديبلوماسية موازية كيف سيسمد المغرب في هذه الاستراتيجات المتكررة بين الفينة والأخرى دكتور فقط قبل أن أجيب على السؤال أشرح بعض الحيتيات فيما يخص سيناريوهات المحتملة أعتقد اليوم إذا تتبعنا بالاجتماع البرلمين بغرفته في لجنة وزارة يعني لجنة الخارجية حضور وزير الداخلية ورئيس الحكومة ولم يحضر المكلف بالدفاع في الحكومة المغربية وهذه رسالة أن هناك ستكون ربما عملية أمنية لأن التحركات ستكون داخل المنطقة العازلة وهي أراضي مغربية لأننا لا نتكلم اليوم عن حرب الحرب مع عدو مع دولة دولة مع دولة اليوم نتكلم عن سيكوريتير بريفونتيف يعني اليوم نتكلم عن عملية أمنية فوق الأراضي المغربية لتحييد العناصر المسلحة لجبهة البوليزاريو التي تهدد أمن وسلامة الحدود المغربية هل العناصر المسلحة ما زالت موجودة من سحب أعتقد بأنها ما زالت موجودة في بيرلحلو في تيفاريتي حتى كذلك في منطقة القرقارات وحتى كذلك قريبا منطقة المحبس ثم دون أن ننسى بأن هناك ست مناطق عسكرية تابعة للميليشيات المسلحة للبوليزاريو في هذه المنطقة وأعتقد بأن هذا كله ضروري أن يكون هناك رد أمني على الأراضي المغربية وتحييد جميع العناصر كيفما كانت لأن يقال بأن هناك تم إنشاء قالوا للأمم المتحدة أنه مستوصف ولكن هناك فيه اجتماعات عسكرية واجتماعات للميليشيات المسلحة أعتقد بأن هذه التطورات الخطيرة لا على المستوى المنطقة ثم أصبحت تهدد أمل المغرب وبالتالي في أن عملية أمنية لتحييد هذه العناصر من المنطقة العازلة التي هي أراضي مغربية ضرورية حتى لتجوز هذا الوضع وأعتقد كما قلنا وكما ناقشنا اليوم أن الغطاء القانوني لصالح المغرب الشرعية في صالح المغرب المادة 51 من المتاق الأمم المدحدة في صالح المملكة المغربية للدفاع عن نفسها أعتقد اليوم هناك إجماع يعني اليوم المغاربة لا يمكن أن نقنعهم حول مسألة يعني الوحدة الترابية المغرب اليوم هناك إجماع قوي على وشعور وطني جمعي على يعني ضرورة الحزم وأخذ المبادرة لحل هذا المشكل بطريقة سريعة وأعتقد بأن لا بد حل المشكل يبدأ من الجزائر التفاوض يجب أن يكون مع الجزائر وليس مع أي أحد آخر لأنها المسؤولة عن صناعة هذا المشكل فالحل لا يمكن إلا أن يكون بمفاوضات مباشرة مع الجزائر ولكن هذا لا يلغي كما جاء في تقرى الأمينة الأممي تمسك المغرب بالخيار السياسي وانفتاحه على المفاوضات ولكن باحترام سيادتي الوطنية وبأكبر تنازل قدمه وهو الحكم الذاتي إلى أين مستسل المفاوضة دكتور في كل هذا أولا إضافة لما قاله السي الشرقوي دائما في العلاقات الدولية يجب أن نستعد للحرب ونستعد لسلم نعم هذه مسألة أمامنا هذه الوضعية البوليزاريو الآن الطريقة التي يجب أن نشتغل بها أن يكون هناك ضغط كبير ديبلوماسي في الأمم المتحدة لكي لا يكون هذه المرة يكون قرار في إدانة أكثر إدانة البوليزاريو لأنه يعيد تكرار نفس العملية المسألة الأخرى وهي أنه في حالة ما إذا تمادى هنا تكون بمعنى نصبح في حالة الدفاع شرعاً نفس ولكن هنا يجب أن ننبه الأمم المتحدة بأنه لأن هنا هذه المنطقة يحاول البوليزاريو أن يجعلها منطقة أيضاً هي قوس تدخل في إطار قوس عدم الاستقرار هذه المنطقة كلها مفتوحة يمكن أن ترحل إليها الجماعات الإرهابية وأي اعتيدة يمكن أن يقع اليوم مثلاً على تجار مدنيين وكذا يتحمل مسؤوليته البوليزاريو بمعنى هذه واضحة قضية قضية اليوم لما قلت بأن الأمم المتحدة في تقراره يذهب نحو تنمية والحفاظ على الأمن هو يذهب نحو خيار الحكم الداتي خيار الحكم الداتي هو الموجود وحده الحل الواقعي كما تستطيع هو الحل الواقعي ومن يعود إلى قرار مجلس أمن نفسه يعيد الفقرة التي جاءت في توصية تقرار توصية فالسون في 2008 يتحدث على الواقعية يعود إليها مجلس أمن ويكررها في كل مرحلة خارج هذا الخيار هذا ليس هناك حل آخر الحكم الداتي وحده هو الموجود فوق طاولة المفاوضات لماذا؟ لأنه في حالة ما إذا دلعت هناك حرب والحرب هي ممكنة ستكون حرب إقليمية وإذا كانت حرب إقليمية كتمس شمال إفريقيا كتمس منطقة ساحل والصحراء غرب إفريقيا وأوروبا بمعنى لن تكون هذه المرة حرب بين البوليزاريو والمغرب ستكون مع الجزائر وأعتقد بأن الجزائر تفكر بمعنى كيف يفكرون قادة الجزائرين يفكرون في الوضع الداخلي يكون سرعا للسلطة ويدفعون هنا سعيد بوتفليقا ويدفع أمامه القيد صالح والبشير طرطاق من أجل دفع البوليزاريو نحو هذه المنطقة وجزء من البوليزاريو يدفع نحو شمال موريطانيا لا أعرف هالموريطانيا انتبهت إلى عدد مجموعة كبيرة من الصحراء وصلوا إلى شمال موريطانيا بحجة طريق لفتحة الجزائر توهم موريطانيا بأنه طريق اقتصادي إذن وضع داخل الجزائر تحاول أن تفجر به المنطقة هذا هو الوضع اليوم وتعرفه الأمم المتحدة ويعرفه مجلس أمن لا ننسى بأنه لما يكون اجتماع دي المجلس أمن خارطة العالم ينظرون إلى السقف الأمني في مكان المخاطر ويتخذون قرار مكتوب اللغة لأن القرار فيه لغة انفيذية واللغة انفيذية ستتوجه نحو إدانة البوليزاريو مسؤولية الجزائر وسيكون مرة أخرى أن هناك مقترح واحد وهو الحكم الداتي فوقتنا ولا شيء غيره دكتور تشدين الحسيني أختم معكم إلى أين تسير الأمور بعد كل هذا التسعيد إعلان التسعيد دائما خطير وآثاره لا يمكن أن تبقى محدودة داخل المنطقة العازلة هذا شيء مؤكد كل حروب الكبرى التي اندلعت كانت قد ابتدأت بالمناوشات ثم تطورت إلى أشياء خطيرة ولكن علينا الآن أن نتوجه إلى الأمم المتحدة التي يفترض أنها منظمة أسست بالأساس من أجل حفظ السلم والأمن الدوليين هل مهمة الأمن العام ومجلس الأمن هي رعاية هذا الأمن والاستقرار في هذه المنطقة من العالم أم تشجيع الأطراف الأخرى على الوصول بها إلى حفة الحرب هناك أشياء منطقية أصبحت واضحة للجميع وهو أن التطورات التي تعرف هذه المنطقة سواء من خلال ما يجري في الصحراء نفسها من عمليات استثمار ومشارع كبرى يبدل فيها المغرب عن كل ما تدره هذه المنطقة كدرهام سبع دراهم وهذا شيء اعترف به الأمن العام في تقريره ومنطقة مخيمات تندوف التي يطالب المغرب بعودة المهجرين الصحراويين فيها إلى بلادهم والصعيد الذي تقوم به فلو البوليزاريو بدفع من الجزائر يعني هذا الأشياء أصبحت واضحة للجميع وبالتالي أي تطور سلبي خارج ما يضعه المغرب كمقترح ومقترح الذاتي سوف يدفع بالمنطقة إلى حافة الحرب ولذلك إذا كان هناك حد أدنى من الحكمة والتروي لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة ولدى الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن في الشيء الأساسي في المرحلة الراهنة هو البحث عن الوصول إلى هذا الحل في أقرب وقت شكرا جزيلا في مجال تمكين البوليزاريو من التغلغل في هذه المنطقة العازلة وإغناض مسؤول الأمم عينيه عما يجري وتصريح ممتل الأمن العام بهذه الطريقة هذه الأشياء لا تسير إطلاقا في الاتجاه الصحيح وأعتقد أن المغرب له من الوسائل الديبلوماسية وله من الآن تلاحم بين كل من الديبلوماسية الرسمية والديبلوماسية الموازية وكذلك من إجماع وطني ما يمكنهم إيصال هذه الرسالة بقوة إلى كل المتديات وهي رسالة واضحة تماما شكرا جزيلا لديو في الكرام شكرا لكم من المشاهدين على المتابعة نالتقل خير بإذنان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر